بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم بالمحاضرة الرابعة من مساق Java Object Oriented Programming ونبدأ بالعنوين اللي حندسها مع بعض خلال المحاضرة وأول موضوع هنتطرق لإيلي موضوع String لكن طبعا هنتعامل مع String كأوبجكت ونشوف كيف تفاصيل تخزين String وكيفية التعامل معه داخل الرام بعدين هنتطرق لموضوع مهم جدا موضوع Static Static Variable أو Static Method وكلمة Static هذي مرت معنا في أول محاضرة أخذناها في الفصل اللي فات لما كتبنا Public Static Void Main هذا المين كلاس اللي كلمة Static اللي فيه اليوم هتدروسه بالتفصيل شو معنى Static وبعدين هنتطرق بعدك لموضوع Packages والإمبورت وآخر شي هنعمل Review مراجعة للعنوين الرئيسية اللي أخذناها خلال الأربع محاضرات السابقة طبعاً Including هاي المحاضرة نبدأ أول شي في موضوع String Object أولاً احنا تعودنا نكتب أو نعمل Declaration لString بالنظام زي هيك يعني عايزين مثلاً هنقول هانا String str1 يساوي ونعمل هاي ونحط هانا إيه هذا التكس أو هذا الString حيتخزن داخل الVariable str1 لكن تبايد أن احنا في عنا طريقتين Two Ways To Create A String In Java طريقة الأولى الطريقة اللي احنا متعودين عليها اللي احنا بنسميها Using String Literal هذا اسمه String Literal هذا المصطلح مهم طريقة الثانية نحن نستخدم الNew Keyword وطبعاً كلمة new حيجع على بالنا إيه الObject طبعاً فلاحظ التنتين هادولا بيعملوا نفس الشيء التنتين هادولا بينشئوا object من نوع اللي هو حيكون مخزن فيه الArray of Character اللي فيها الJ والA والVI جافا وهان نفس الشيء حين شيء اللي طبعاً Object مكون فيه التكست او String Java لكن عايزين نشوف مع بعض شو المفارقة ما بينهم وهذا الكلام هنوضحه من المثال التالي أولاً لاحظ هان احنا هان مستخدمين في الأربع أنماط هادول طريقة الأولى اللي هي باستخدام ايه String Literal وهان مستخدمين اللي هو باستخدام New Keyword هذا هيفرق معنا داخل الرام طبعاً نشوف مع بعض كيف أولاً نشوف على كلمة عالي هذا الString وحيمثل إياها داخل الرام كArray of Character مكون من For Character وحيمثل إياها وحيمثل إياها وحيمثل إياها وحيمثل إياها نهاية وحيمثل إياها نهاية الرام وهذه هيك بتمثيل لـ String داخل الرام لكن اليوم لكن هذا طبعاً داخل الهيب في حاجة اسمها عندنا String Pool فلما نجي نستخدم نظام لـ String Literal سيأتي هنا ويأتي هنا ويأتي هنا ويأتي هنا ويأتي هنا على الكلمة هل هي موجودة مسبقاً في String Pool ولا لا في الحالة أول ما بدنا مش موجودة طبعاً فسيأتي هنا سينشئ أبجيكتين مكون من Array of Character a, l, i والنول وهذا الأبجيكت طبعاً الرفرانس أو العنوان سيخزنه في من في الـ S1 خلصنا نجي لبعديل نفس الشي هذا عن طريق اللترال اللترال سيتخزن في الـ String Pool فسيأتي تطلع هنا سينشئ الـ Stack سيكون Reference Variable وسننشئ أبجيكتين داخل String Pool في المكان الذي ترى هنا ويأتي تطلع هل في عندي أبجيكت جواته لـ String A, B, C مسبقاً زي أو لا ما فيش طبعاً فبالتالي سينشئ أبجيكت جديد جواته الـ Array وطبعاً العنوان هذا سيخزنه في مين؟ في S2 نجعل جملة الثالثة نفس الشي سيأتي تطلع S3 موجودة ستخزن في الـ Stack وسيأتي تطلع هل هناك أبجيكتين يحتوي على الريل المكونة من 1, 2, 3 والنول String يعني 1, 2, 3 لا يوجد سينشئ الكلام كما ترى وطبعاً العنوان هذا سيخزنه في مين؟ في S3 ثلاثة في S3 طيب بعدين سيأتي هنا على الجملة هنا هيك فهنا الجملة طبعاً سيأتي الملاحظة أنه سأتينا أمحي بس طبعاً سينشئ S4 داخل Stack وطبعاً String ABC هل موجود في String Pool أم لا؟ هل في String Pool في أبجيكت يحتوي أو مكون من Array of character ABC نعم بلاقيها موجود مدام موجود شو بيعمل ما بينشئش Object جديد ما بينشئش Object جديد داخل String Pool شو بيعمل بس؟ العنوان هذا نفسه سيخزنه في مين؟ في S4 اللي ألاحظ معي S2 فيها نفس العنوان اللي مخزن في مين؟ S4 لأنهم الاثنين بيشيروا على نفس الأبجيكت اللي فيه String ABC طيب نيجي الآن على الشق اللي هان هان هيعمل لي S5 اللي هذي طبعاً Reference Variable داخل Stack وكلمة نيو هانا يعني إنشئ Object وحيتم الإنشاء Object خارج String Pool خارج String Pool لأنه String Pool هذي خاص نص فقط لمين؟ لل String Literals اللي هو النظام اللي زي هيك طيب فحييجي هنا وحينشئ Object مكون فيه ال Array اللي فيها characters ALI وال Null فحييجي طبعاً أول شي هاي عندنا أنشئ ال Object اللي هان والعنوان ال Object اللي هانا هيخزنه في S5 يجي على S6 لاحظ نفس الشي حينشئ Object جديد وحينشئ جوه ال Object هذا مكون عبارة عن Array مكون من ALI وال Null نفس اللي فوق لكن Object منفصل وبالتالي مدام Object منفصل حيكون لي عنوان مختلف وهذا عنوان هانا اللي هيتخزن في مين؟ في S6 أخر شي 1.2.3 نفس الشي حينشئ Object جديد في هال Array 1.2.3 وال Null وال عنوان هانا هيخزنه في مين؟ في السبعة الملاحظ هان المفارقة بين اللي هي بالعادي اللي هو خارج ol String pool وداخل ol String pool إنه ol String pool هانا فقط اللي نظام ol String literal اللي هيتخزن داخل ol String pool إذا كان في شيئ ما لن تجد object مقرر هنا إذا كان نفس يعني لو جينا هنا عملنا S8 عملنا S8 مثلا علي مش هيجي يعمل object مكون علي لا نفس العنوان هيدخله في مين هيخزنه في S8 لكن خارج el string بقول لا عوين كلمة new هيعمل object كان نفسه ولا مش نفسه يعني لاحظ احنا التنتين هذولا فيهم نفس el string علي ومع ذلك أنشأ two objects اللي هان ولاحظ إنه هادي عنوانها في S5 وهادي عنوانها في S6 والعنوانين بختلفن عن بعض طبعا لأنه كل object اللي عنوان خاص به طيب تعال كلام هذا نشرحه هان في الداشة اللي احنا شايفينه ونقرب طبعا شوية نقول هانا in heap memory بشرحيننا gvm java virtual machine allocate some memory طبعا هتحجز لي some memory أو طبعا مقطع معين من ال heap هادي خاصة من تلمين لل string literal شو بنسميها هنسميها string constant pool اسمها string pool أو string constant pool where string literals اللي هيتخزن فيها ايش فقط ل string literals اللي هي النوعيات اللي زي هاد اللي حكينا عنها اللي هن بقول لها java virtual هو المachine هن perform some steps هتعمل خطوات خلال عملية ال initialization لل string literals عشان تزيد ال performance وتقللي من موضوع الميموري لد يعني طب انت ماشي هو موضوع التكرار هنا ومين افضل النظام بتاع ل string pool ولا النظام اللي هن لا طبعا نظام ل string pool ليش لانك انت هن saving memory انت بتوفر علي داكر لكن هن ما وفرش علي داكر هاي الهدف من فكرة ل string pool فبقول لك انا when you create a string object using string literals لما نعمل زي هدو ل string literals java virtual machine اول شي فرس بتشوف المحتوى التاع من تاع ال object to be created اذا كان exist موجود ال object في string pool with the same content كان في نفس المحتوى شو بتعمل بس بترجع لمين الرفرانس يعني اللي هو العنوان الرفرانس address of that object بس ما بتنشيش object جديد اذا كان في object في نفس المحتوى وبالتالي لاحظ هنا there will be no so there will be no two objects in the pool or string pool having the same content لن تجد two objects نفس الشي هان طيب وبالتالي هي ايش it does not create a new object عشان هيك اذا طبعا اريد في واحد شبه موجود فبالتالي هنا لكن اذا كان الcontent محتوى is different from the existing object يعني احنا مثلا لو حطينا هنا كتبنا يحيا string يحيا s2 نظام زيك يعني string s8 يساوي يحيا اللي انا بيجي حيعمل object جديد حيخزن فيه يحيا ليش لانو يحيا مش موجود اريد هان هاد 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 بيقولني يالكلام هاد فبالتالي هينا محيان هيك فبقولي لكن هان اذا كان المحتوى is different from the existing objects then it creates a new object in the string pool يعني متى بتنشي a new object في string pool اذا ما كان اريدي واحد نفس موجود الان بقولي لكن في موضوع خارج string pool اذا عايزين نعمل creating string باستخدام new keyword زي نظام اللي زي هيك هي بحكي ايا لاحظ بقولي انا but when you create a string objects using a new keyword a new object is created على كل وجه a new object is created whether the content is the same or not يعني اذا في كان زي ولا ما في جزا ما في جزا فبالتالي such object is stored in the heap memory طبعا هو كله في الهيب هو string pool جزء من الهيب في مكان معين في الهيب لكن طبعا النظام الnew keyword هيخزلي object خارج string pool هذا هي الفرق بين two strings اما string literal او string باستخدام الnew keyword طيب شو هيفرق معنا تعالوا نشوف بالاول كيف الان بتم فعليا بتخزن داخل الرام بتفاصيل اكتر الان لو جينا على احنا هين احنا في المين وقلنا لهم string x بيساوي hello طبعا مع space string y يعطيني يحياء فراغ اللي هو علامة التعجب هاي string z يعطيني نفس text اللي فوق تا y وقلنا لهم string s بيساوي new string برضو لاحظ الكلم اللي هان هادو هادول التين نفس الشيء بس هادول استخدام string literal وهانا استخدمنا new keyword لانشاء string فلما لنجي نقول اطبع لي x y z z و s اطبع هم كلهم هلو وياحيا 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 نفس كلام مواضح يبقى هادى هاي ناتش تاح بديهي وحنا فاهمينه طيب السؤال اللي بعد او الجملة اللي قال اطبع لي y تساوي z طبعا هادى موضوع اليساوي حيرجع لبوليان يعني يساوي ولا بساويش لانه هادى semalogical operator هل y تساوي z طلع هان y z هانا ايش رجع لي رجع لي true هنفهم الكلام هذا ليش برجع لنا true طيب سؤال هانا لان قال لي اطبع لي اذا كان y بساوي من z تعالى اطلع هو فعليا اللي موجود في y text اللي هان هو نفس اللي هان لكن مع الاسف رجع لي رجع لي فرص قال لي لا بساوي نش بعض لكن لاحظ برضو هان لما جينا واستخدم نا في string dot equal وهذا اللي احنا دائما بنحث الطلاب يستخدم ما تستخدم comparing string اللي هو المسوال زي هيك لا هتستخدم اللي هو method call اللي هو equals لكن لاحظ why dot equals الآن شو أعطاني true طبعا المفارغ انا عندي هان شايف هدول التنتين هان اللي صار عندي خلل هان خلينا امحي برضو معلش هنبقى امور واضحة لاحظ هان هاي ريز لا هاي المشكلية عندنا هان انو لما جيت قلت له طبعلي y to s اعطاني false لكن لما قلت له طبعلي y dot equal s اعطاني true هذا بأكبر دليل بأكد لك انو ما تستخدمش موضوع المسواة بين string بالطريقة هاي لانو انت فعليا هان بما انو هذا string هو object فانت فعليا بتقارن ما بين memory address تاعة y مع memory address تاعة s لكن هاي method call equal هو بيقارن لكاركتر مع كاركتر يعني حيجي عندي في y وال s وين y هي هاي وحيجي قارن اول كاركتر y مع اول كاركتر y نعم بعدين بمشي ال a مع a نعم يعني match وال h مع y y y وال a مع a space مع space وانت تعجب وانت هاي نرجع true هاي طبيعة المقارن احنا محتاجين فعلا من string طيب تعالوا نشوف كيف بتم تخزين القيام هدول داخل الرام اولا هيجي على x y z s كل هدول هما local variable داخل المين حيكون لهم مين مكان في stack اول شي جينا على x سانا هذا x مستخدم string literal وحيجي هنا حينشئ object مكون في character array اللي هي مكون من h e l l o space واخر شي بيختم بالنل حكينا عنها 0 عشان نبيل انه هاد نهاية مين الر تاعت string هاد هو string هيك بيتخزن فعليا هو string عبارة عن array of character بينتهي طيب لكن دير بالك هو هيتخزن هاد وين هاد object هيتخزن في string pool ليش بتخزن في string pool لان احنا مستخدمين طريقة مين string literal string literal ممتاز جينا على اللي بعدي الآن string y high y انشأ y y تساوي اللي هو هان فهنا شي هيروح اول شيء شيء داخل string pool هل في عندي object يحتوي على character array اللي مكون من y a h y a space علامة تعجب مفيش فاشي بيعمل هو هينشئ object هنا جديد داخل string pool لان احنا مستخدمين string literal وطبعا عنوان اللي هم كون فيه عبارة عن array ولاحظ ال array هنا كل حرف عبارة عن two byte اخذنا الكلام بالتفصيل احنا الفاصل اللي فات فطبعا هدا كل object اللي هان اللي هم خزن في كلمة space علامة تعجب الobject اللي هن عنوان هيتخزن وين الان في reference variable y خلاص نجعل اللي بعدي الان اللي اللي بعدي ها نفس الشي قائل لي string z طب هدا هن شان هاي عنوان variable z والان هن هن نشي object في string pool لانو هاد string literal لانو نطلع هدا الobject موجود لانو في عنا object في نفس string اللي هو في y يعني هاي موجود عنا في string pool فهدا الobject اللي هان عنوان وحيروح وين هيتخزن نفس العنوان وين في z فلاحظ الان ال y و z لهم نفس القيم لان هم الاثنين مخزن فيهم نفس العنوان لان هم الاثنين بشير الى نفس الobject اللي موجود وين في string pool ممتاز نجل الان لالجملة هاي حلما قلنا له s سينشيلي الاس في stack و new سينشيلي object خارج string pool كله داخل ال heap الان سينشيلي الكلام وينشيلي الى وينشيلي الى y a h y space وعلمة التعجب واخر شي سينهي بال 0 هاي ال r هي عبارة عن object وطبعا هذا ال object هو عنوان هاي خزن وين داخل المتغير s اللاحظ معاي العنوان الobject اللي هان بيختلف على العنوان الobject اللي هان طبعا لكن عنوان الobject اللي هان مخزن في y وفي z لكن في z في s عنوان مختلف مع انه y z و s كلهم بيشيروا لنفس الكلمة اللي هي يحيا space علامة تعد نيجي الان نطلع على هدول هدول طبعا عملية طبع فيش فيها اي تأقيد لما نيجي نطلع هنا print line y to z الان دي ربالك هو بيقارن مين مع مين شو محتوى y y موجود فيها العنوان تاع الobject هذا و z هنا برضو فيها نفس العنوان تاع نفس الobject فبالتالي هدول 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 طبعا هدول هدول true نيجي الان للجملة اللي هنا y to s y مخزن فيها عنوان بأشر تاع الobject اللي هنا لكن s فيها عنوان يؤشر ل object آخر في مكان آخر داخل الهيب فبالتالي العنوان اللي موجود في s يختلف على العنوان اللي موجود في ال y عشان هيك لما قلت هانا ايش هيعطيني هيعطيني false واضح النقطة هاي لكن احنا لما جين عمان و y dot equal s هادي method call في string هيجي قارن character مع character وحيلاقون فناة المطاف متساويات عشان بترجع لترو لك انا بد النقطة هاد اللي احنا تنتبه لها بانه العنوان y يختلف على العنوان tie s ولما تعمل انت مساواة المساواة طبعا هذي احنا فقط بنستخدمها لل primitive data type لكن هاد string هدول هاد object فبنعملش مساواة بين object زي هي والكلام هاتنا شرحنا بالتفصيل في المحاضرة الثالث موضوع كتير مهم هان لان لانه لما نعمل مساواة احنا فعليا بنقارن ما بين memory address او reference address يعني عنوان object مع عنوان object واضح النقطة هاي طيب هدا بالنسبة لموضوع string اللي هو string pool الان نلاحظ هنا طب احنا قبل هيكد كنا نيجي نعمل class معين وهذا class كنا نستخدم في string انت اليوم بتقول string object نعم هو string object بقى مضام هدا string objective احنا في عنا aggregation بس الكلام هدا عشان طبعا ما نعقدش الامور كنا نعتبره انه خلاص بتخزن مباشرة وما نكون نش يعني نركز على النقطة هاي اللي انا هدا بده شرح بتفصيل وعما لاحنا نشروح في الوقت الحالي لاحظ معاي هان جينا احنا عملنا class عشان نفهم هنا كلمت كيف string لما بيكون جزء من class لانه بالslide اللي فات هدا الstring هان كيف بتخزن مباشرة في الرام واضح لانه هدا كان فقط داخل المين لكن هان بدي string هان string variable يكون member من class معين فبالتالي هدخل في عالم aggregation مع string class هدا اللي عندي هان فيه الثلاث قيم جينا على المين عندنا هان ولاحظ انشأنا three object زي ما انت شايف s1 s2 s3 عشان في s1 جينا ال id فيه رقم 1001 والجي بي 95.3 وهان s1 dot std كلش خزن فيها string الاقصى اللي 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 هان هو new object ولا نظام string literal string literal فبالتالي هدا خارج string pool في string pool بزا نجح على الجملة اللي بعدية هانا طبعا هيخزن ال id 122 122 هدا id والجي بي 88 لكن هانا هيخزن لل string الآن iu g في وين في string pool فعايز شيك هل موجود ولا لا اذا موجودة بس برجع reference اذا مش موجودة حينشئ new object داخل string pool اخر واحدة 2003 و الرقم وهانا هيخزن للمين طبعا لان string literal فحيجي يخزن الكلمة هاي او string hard iu g برضو داخل string pool طبعا هيجيها موجودة وين هاي هانا مش هيكررها فهادي هانا وهان هكو لهم نفس reference تعال نشوف الكلام بالتفصيل مع animation اول نيجي step by step وحنيجي هنا طبعا اول شي هننشئ مين الobject s1 شو هيعمل حينشئ الnew object اللي هو new student هيكون في initial value 0 0 وهذا ايه 0 لان طبعا عندي object string is object وضحت الصورة تمام بعدين بنعمل assign عنوان الobject هدا وحنخزن في مين f1 خلصنا النقطة نجعل اللي بعدي s2 هانا الobject جديد بالإنشاء الvalue والعنوان الobject الثاني هيخزن في mين f2 s3 نفس الشي هينشئ له object الثالث والعنوان هيتخزن في mين f3 ممتاز نجل الان الجملة اللي هان هانا هايخزن اللي هان الف وواحد في مين في ال id وهيخزن اللي هان 95 point 3 والان هناش هيصير معاي هدا هي الملاحظة عن لانو هدا الكلام شرحنا في مين في aggregation يعني فعليا هدا الكلمة او هان الجو اللي ما بيتخزن ش string لانو string عبارة عن object بتخزن ش object جو object فبالتالي هدا هدا هايكون reference عنوان يشير لل object اللي هان وفعليا هدا كلمة الاقصى هان مش هتنكتب عندي هان ملاحظة اعنا كنا زمان في المحاضرات اللي فات نكتب هان من باب يعني التسهيل لتبسيط الصورة بس فعليا طبعا هتزيد تخيل التخيل الصحيح داخل الرام فالان عندي لانه بالظبط هاي مفهوم aggregation فحيجي عندي على كلمة اول الاقصى هان تم تخزينها باستخدام string literal فبالتالي كلمة الاقصى هتتخزن في string pool بيتطلع في قبل كلمة الاقصى لا حينشئ array of character a l a q s a وحينتهي في ايش بالنول الان هذا الابجكت اللي هان العنوان تاعه داخل string pool هيخزنه هان بالظبط هيخزنه هان فهذا صار هو reference variable او العنوان اللي يشير للأوبجكت اللي هان ممتاز نجي الان على اللي بعدي جي من البعدي ها الخزنه في الف واثنين وبعدين 88 point 5 وطبعا iog هاي هاتتخزن داخل string pool لانه تم التعريف فهانا بنشاه باستخدام string literal فالان اجي عندي هاي الف واثنين 88 وهانا هتكون عندي طبعا مش هتتخزن كلمة iog زي ما اتفقنا هاي هتكون عندي reference او عنوان اللي هيشير العنوان او مكان الابجكت داخل string pool هاد الابجكت اللي يحتوي على array of iog وبين هات المطاف النل الاللاحظ عندي اخر شي هيخزن لي الف وثلاثة وبعدين 99 point 1 لكن ال iog هنا مش هينشي لي iog جديدة داخل string pool وهتصير عندي زي ما انت شايف انه هان هاي الف وثلاثة وبعدين هاي 99 point 1 هاد ال gba تاعته وهان طبعا هو reference variable يشير لنفس الابجكت داخل string pool لللاحظ ال reference variable او العنوان اللي هان والعنوان اللي هان they are equal نفس الشيء عشان لو قلنا نعم لكن احنا قلنا انا مش عايزين نستخدم المساواة زي هيك ازا عايزين نقارن بين string هنستخدم dot equals واضح الان فالان هو هيك بالزبط بتم تخزين string داخل الرام واذا كانت string هو جزء من member من class حيتم التعامل مع هاي لان اللي هي مبضوع من aggregation اللي شرحنا بالتفصيل المحاضرة اللي فاتت طبعا احنا بعد ديك برضو مش راح نكتب كل شوية انا مش راح اكتب لك يعني لان هدا هياخد معاي space كتير في الرسم فاحنا هنرجع نفس الشيء زي اول فانا بعد ديك انا لو كان كلمة الاقصى هكتب لك كلمة الاقصى بس انت هترف من الان ان هاد كلمة الاقصى بتنكتب الشان لان هاد string هو object فبالتالي هانا هيكون العنوان اللي هيشير على الobject اللي مخزن داخل string pool اذا احنا مستخدمين string literal وهذا فقط العنوان اللي بشير عليه واضحا النقطة هي كتير مهم الكلام انك تفهم كيف بتم تخزين ال string يعني string والاستاتيك احنا كلمة مرة علينا طول المحاضرات اللي فاتت كنا نشوفها بالذات لما كنا نستخدم المين هنشرح بالتفصيل وحنبدأ اول شي في موضوع الاستاتيك variable لكن انا قبل ما اقرأ النص اللي هان عايزين نفهم يعني ما هو نعيش الحاجة للاستاتيك وبعد ما نعيش الحاجة للاستاتيك بعدين ارجع الاستاتيك variable او استخدمنا الاستاتيك variable شو المفارقة شو اللي حيفرق معنا فمعطيني مثال هنا نفس المثال اللي شفنا هذا class student id gpa وهذا mean string وحن هنا انشاء 5 object يعني 5 student وقال لي طبعا استمر يعني قاد ما بدك طيب كيف حيتخزن الكلام هات بوضوع بسيط لحنا هنا في انشاء s1 s2 s3 s4 s5 الى اخر سيكونوا موجودين في الاستات و s1 سيتخزن في العنوان تاع object اللي هو من هاي هاي الابجيت الاول اللي هو من في std id std gpa و std college هاي الابجيت الاول في عنوان هاي الابجيت ثاني في s2 الابجيت ثالث في s3 الابجيت الرابع في s5 الابجيت الخامس خلاص الان لاحظ معاي طبعا ندير بقى لك احنا بس حقد ارسوم لك هذا فالاقصة هي فعليا زي ما حكينا في slide اللي فات انه هاي الاخصة عبارة عن reference variable يشير لكلمة الاقصة اللي ما تخزن عنه وين داخل اللي هي string pool طيب السؤال هنا في ملاحظة احنا عندنا تحتاج لتوضيع احنا هذا الكود اللي عمليون او لطلاب جامعة الاقصة لطلاب جامعة الاقصة فحللاحظ ان كلمة الاقصة هان انت عملها هان سابت لكل الوبجيكت يعني اي اي طالب راح تنشئه حتجيب الID وتكتب الID والاسم والجي بي تاعته واؤتوماتيك حيكون عندنا مين انه الجامعة تاعته الاقصة بس هادا هيفرق معنا في الرام في ايش في الاسباس كيف يعني اول الاسي دي الID هادا هو انتجار يعني اربع بايت والجي بي اي دابل تمانية بايت كلمة الاقصة هان ال كيو اس اي يعني ان تلاتة تلاتة ستة في اتنين اتناعش لان هاد ينكود وكل كاركتر يحتاج لتو بايت زائد 2 بايت تاعت النول فهذا طبعا الحد الادنى احنا للتوضيح نعتبره انا 14 بايت يعني 14 و2 14 بايت 12 تاعت الكاركتر و2 بايت تاعت النول 14 بايت فصار هنا كل الابجيك هيحتاج عندي ل 22 و14 و14 26 بايت بس 26 في عدد الابجيك بس انا بلاحظ طب وهي شائعة او مشتركة بين كل الابجيك مقدر نحل المشكلة هاي ونعمل saving للميموري نعم بس خلينا من اول نوضح حال الاشكال نفرض الان احنا في عنا الف طالب بالجامعة ونحنا الطلاب اللي عندنا الالف طالب مات كلام انه بدي يكون عندي الف instance يعني الف اوبجيك ولاحظ هنا كل الابجيك بتم انشاؤه طبعا هيكون الID الخاصة بي والجي بي الخاصة بي وموضوع الاس تي دي كلش فلاحظ هنا الاجمالي تاع الكلام هاد انه هيعطيني الف ضرب 26 بايت زي ما شفنا 12 و14 هيعطيني 26 الف بايت هدا الحجم اللي حيلزمنا لتخزين اللي هو لانشاء الف اوبجيك يعني الف ستودان لكن بقول لي هنا هو ملاحظة احنا بلاحظين هنا انه يعني بديهة تميك سنس هنا انه كل طالب انه يكون الو ID خاصة بي ممتاز صحيح يعني كل طلاب جامعة الاخصة كل طالب الو ID خاصة بي وكل طالب الو GPA خاصة بي لكن بلاحظ احنا كلمة الاخصة هاد share يعني مشتركة بين يعني كل الطلاب جامعتهم الاخصة يبقى هاد مشتركة بين الكل هاد تختلف شوية الان هاد اللي انا بدي عملها static ليش بدي عملها static عشان تكون common مشتركة بين كل ال object طيب ماشي تعال نشوف هنا في السلايد اللي بعد اللي لا لاحظ انا بقول if we make std college لو عملنا static شو هيصير معنا كلمة static حتوح حتزلها مكان مرة واحدة فقط في الرام والstatic حينحط في مكان معين في الرام هذا المكان لالstatic data بنسميه وفقط له يعني كل الobject حتشوف المكان هذا واحد مشترك فقط فبالتالي هنا الobject size بتاعة بتجيل تعال نرشوف الرسم اللي وبعدين ارجع للرسم اللي هان اللحظ احنا لما عملنا هادي static اول شي حيروح java version لما يعمل loading للكلاس اللي هان هيحجز مكان في static area لاحظ هذا مكان في static area والstatic area طبعا مكان معين دخل الهيب في static area طبعا هيحجز هنا space 14 بايت ليش عشو يخزن فيها كلمة مين الأقصى شوف اش سوت عندنا داخل الرام او داخل الهيب لان هاد المنطقة اسم هاي هاد static area طيب لما جينا انشأنا اول object S1 هينشئ الID والGPA تاعته زي ما انت شايف شايف الانشاء الvalue وطبعا هاد لي اكسس لمن لل static area هاد لان هاد صار global area برصال بالنسبة له هاد shareable هاد يعني عام للكل كل بشوف المكان هاد لكن هو فقط بنحجز بمكان واحد لكن قد صار الحجم او size تاعة الobject صار فقط 4 بايت و8 بايت يعني هاد اللي هان بطلت جزء من الobject اساسا لان هاد مكان عام للكل هاد هي المفارقة بين الرسم هاد والرسم متاعة السلايد اللي فات الobject الثاني نفس الشي برض كل object لاحظ اله رابط بالاسود امحي هان عشان بس نشوف ها لاحظ كله بالرابط الاسود اله access للمكان هاد اللي هو std college وال object الرابع والخامس الى اخر بس هان ايش افرق معانا صار عند لو بدك تعمل انت 1000 object صار 1000 ضرب كام ضرب 12 بايت وفي نهاية المطاف اعطين 12000 بايت زائد كام زائد ال 14 بايت الوحيدة اللي مخزنة في ال static area لان هاد صارت في منطقة ايش هاد common هاد مت تشارك بين كل ال object فالوهم انا افرقت معانا كتير ال size اللي هو ال الرابع اللي حد استخدمنا لل 1000 student مقارنتا بالسلايد اللي قبل هان كلفتني 1214 بايت لكن هان هتكلفني 26000 بايت بالزبط هدا هو الهدف من استخدام static variable الدرجة الاولى عملية memory management والsaving memory size طيب اللي اللحظ معاي بقول لي هان لو جينا احنا طيب هاد ال area هان كيف انا بقدر اصل لها تقدر من خلال طريقتين اما تستخدم اسم لclass يعني تقول student dot std college ايش هطلع لي هطلع لي الاقصر هاي انا اعمل كلام هان هاي شايف فيلمين كتب لك يعني هذا مختصر هذا assistant dot dot print line student هدا اسم لclass هدا اول مرة بنشوف ها بس هاد الميزة من تاعت من ل static variable هنقول هان static dot std college دير بالك احنا هان ما انشأناش object اساسا وفعليا هاد المنطقة الstatic area بتم انشاه قبل انشاء الobject على كل انحنا بنقدر نصل اله بالطريقة الولي هنقول student dot mean اللي هو std college اشانك عملتها باللون برضو نفس الورنج تعمين تعمين تعمل الclass تعنا طريقة التانية بانه نجو نقول system dot out dot print line s1 dot std college كده الحالتين اش هيطبع لي الاقصى لانه نفس المكان طب لو قلتولي هنطبع s2 dot std college شو هطبع برضو الاقصى لانه كل هدول مشترك واحد واضح الان بيقول لي هنلاحظ الاستاتيك member is not part of the object of the class ليس جزء منه معنو نبين عندي هن ان هو الاستاتيك هو جزء منه ليس جزء منه ومنظر هن لما نعمل loading للكلاس هاد المكان اللي هن بتم تخزينه في الاستاتيك area وبكونش جزء منه وبالتالي لاحظ هن لما رسمنا احنا الاوبجيكت بس مكون من فقط من الاستي دي ID ومن الاستي دي جي بي فقط ما حطيتش هنهان مين اللي هو الاستي دي كولوج لان الاستي دي كولوج ما عمل هنه استاتيك وهذه الفرق بين الرسم هاي ورسمة السلايد اللي فات هبقول لي هنلا there is only one copy نسخة واحدة من الاستاتيك member shared بتم مشاركتها by all object of the classes زي ما احنا شايفين كل هدولة بتشاركو فيها هي مشتركة لهم كلهم بعدين بقول لي هنه once static data member has been created لان بتم انشاها it exist يعني بتم انشاها even if no object of its class have been يعني احنا لفكرة اول بتم اول ما تبنعمل loading للكلاس اللي هان يعني الجافا ولمشين اول ما تعمل loading للكلاس اللي هان اول شي بتنشي الobject اللي هان سوري اللي هو الممبر اللي هان اللي طبعا هتكون عنده object مكون من string اللي هو كلمة الاخصى قبل ما يتم انشاء الobject اساسا فكلمة studying اول شي بتم تحميلها داخل الرام هذا كلمة كتير مهم طبعا بيقول لي هنا بما انه هده الستاتيك صارت تابعة للكلاس فعليا يعني هي مش مربوطة في الobject لكن كل الobject هنا هيشوفوها هي صارت تابعة فعليا يعني variable or class level variable فبالتالي احنا مش محتاجين فعليا ننشئ instance من الobject عشان access الهدي variable زي ما عملنا وين هان هان احنا ما نشأناش object لكن قدرنا نعملها access ونصل لإلها وحتطبعينا الاقصى زي ما احنا شفنا ممكن احنا directly هنا access the static variable by using the class name itself زي ما شفنا هان واضح الكلام عمال حكينا or طريقة ثانية حكينا by using object reference هذي زيادة يعني نعملنا object يعني بالobject بنصل لإلها أو مباشرة من اسم الclass بنصل لهذا static area أو static variable تعالوا نشوف مع بعض هان كيف steps الخطوة بالآن مش هان هدا بوضحنا هان الترتيب تاع إنشاء static variable نفس الكود اللي احنا شفنا في السلايد اللي فات هان احنا عاملين برضو constructor هدا طبعا no argument constructor وهان constructor ثاني في شامل الثلاثة ولاحظ احنا في constructor اللي عنا برضو ممكن constructor انه هو ياخد عادي فيش مشكلة نفس الشي و جينا احنا على الآن قعدنا في المين وهنبدأ ننفذ في المين لكن لاحظ اول شي هنا اول ما هننشي ولاحظ يعني اول click احنا مشناه هنا اول شي لما عمل load للكلاس هنا انشأ لي مين انشأ اللي هو في الستاتيك اريا اللي هي كلمة الاقصى الستيدي كوليج قبل ما نعمل ولا حاج يعني اول شي بتم انشاء الستاتيك اريا بعدين دخلنا احنا في المين شو قبل ما اعمل اي اوبجيك انا لحتى لان قلت للي student اللي هو اسم لكلاس .std college شو هيطبع لي هيطبع للاقصى هيطبع لنا مين الاخصى خلاص زي ما هنشوف الان في الOutput طيب في الخطوة التانية عملنا مين S1 هاي S1 يساوي مدام نيو ستوينت يعني هينشيل النيو object طبعا حسب الكون ستوينت الانشيال value 100 هان زي ما انت شايف 100 و هان 85 .6 و هان مين gaza بس دير بالك gaza هان هتخزن في مين في مين في ال std college اللي انت شايف في هان طيب حين نيجي هان هيك فاصبع عنده حيخزن القيم اللي هان هاده صارت فيها 185 .6 وهان هيخزن لي gaza هيخزن لي gaza طيب الان هان الخطوة اللي بعدها طبعا هيطبع لي هيطبع لي 100 في output وهان هيطبع لي 85 .6 وهان هيطبع لي gaza لان نعمل over over writing على القيمة اللي هان بعدين انش انا object ثاني student asset new student object ثاني الobject ثاني ايش فيه طبعا هذا object الميمور ستخلص من الكلام هذا 2 asset 2 طبعا هيجي هنا new object وال asset 2 هيجي على null argument construct فهتكون 00 و initial value تعتها ايش مش هيعمل فيها مش هيعمل فيها ولا شي مش هتغير فيها ولا شي none لان هدا هكون عنا هنا مش هتغير فيها ولا شي طيب هتبقى يعني هاد gaza كما هي طيب فجينا هنا لو بنطبح هنا ايش هيعطيني هيعطيني صفر صفر وهدي مين gaza جينا الobject الثالث اس ثلاث عملنا object ثالث و لابس ثالث سيكون 105 و 95 point 6 لكن هنا هيكتب لي فيها في shared area هيكتب لي فيها القدس زي ما انت شايف لاحظوا شو عمل في القدس 105 95 point 6 وهنا هي القدس بعدين جينا هنا عملنا object رابع عملنا هنا 107 هي object الرابع شايف كيه الو في 107 77 و هيكتب لي هنا فيها Jordan حلو بعدين هحط العنوان تاح في S4 لان ايجا عايزين نطبع هاي لان S4 STD شو هيطبع لي 107 أو S4 STD JPE 77 point 7 وال S4 STD college شو بيصل هولي بعملو Access شو هيطبع لي Jordan هان نجا لها الان S1 STD ID شو هيطبع لي 100 بعدين S1 STD JPE شو هيطبع لي 85 point 6 واخر شي S1 STD كل شو هيطبع لي Jordan انا قلتلك هذا Jordan مكان common هذا مشترك بين كل وهذا هو output اللي احنا شفنا مع بعض واضح هنا هو رجعنا خطوة step by step اول شيء فانو الستاتيك لما بنزل عندنا هان وكيف انو share between object وبقدر انا طبعا اعمل access للكلام هذا برضو من خلال الكل class بس احنا شفنا متى الترتيب من هاد بتم انشاو اساسا قبل ما نعمل الobject اللي هو الستاتيك variable اللي احنا شفنا طيب احنا الكلام هاد نستفيد منه في موضوع counting الobject اللي احنا بننشاه وهذا مثال علي يعني مثال جينا هنا هاي عنا class student وعايزين نعمل count الcount بساوي صفر بنا نشوف كل object عشان يعني في نهاية المطاف طلع لي اكم object احنا انشأنا قديش عرض الobject اللي عملنا معا فالكلام هاد وكن نبرمجه حينيجي احنا في class وحنبدأ كل الcount هنبدأ من صفر هيك حنقول هنا وفي لما نعمل اللي هو call للconstructor increment count 1 فحيتم وين تم انشاء object هيعمل increment ل من ل count لكن هنا الموضوع مش هيزبط مع انا ليش لكن ايش حطينا في initial value 0 0 وهنا ايش عنا initial value ليه هنا اه هنا كانت count 0 بس لما انشأوا ايش عملها increment فصارت من 0 زادت 1 كتب 1 لما عملنا object ثاني نفس initial value بس نفس الشيء كانت بادي initial value 0 زاد 1 حتجير 1 كل الobject بنزيد وحنا ليش لان كلمة count او variable count هذا مش shared between object هذا مش زي global variable كل object هنا لديه count خاص بي عشان الاول ما هيبدأ هنعمل initial value بتساوي 0 وبيزود له واحد بصير كل واحد طبعا هنا make sense بس مش هذا اللي بدنا اياه احنا اللي بدنا اياه لان نحل المشكلة هات بلنا ايش نعمل هنضيف للكلمة هانا ايش static لما صارت الكلمة هانا static امور كتير اختلفت صار عندي هذا static count في مكان في الرام في الهيب في وين في static area واول ما هنبدأ طبعا هيكون عندنا value تاعته ايه 0 اول ما انشأنا طبعا لاحظ لما جينا احنا انشأنا هانا shared يعني بدأت من صفر هيصير عندنا ايش واحد بعدين جينا هانا وحنقول له هانا student s2 new student هيعمل object التاني initial value وهو برضو هيعمل في الconstructor increment للقيمة اللي هات فهانا كانت واحد لما اعمل increment هتصير اتنين لما جينا على s3 وعمل نفس الشي الانش value تاعته ولاحظ هنا هيعمل increment للشير data فهذا هستير عندنا هان ثلاثة زي ما انت شايف في النتيج اللي هان الان هذا هو الشغل الصح هذا اللي احنا بدنا اياه فالoutput لما اطبع هدولة اول شي كان count بساوي واحد بعدين count صار اثنين وفي s3 لما عمل object ثالث صار تساوي ثلاث هذا احنا المطلوب هاد هي الطريقة السهية لاحظ هنا بدون استخدام الاستاتيك ما كناش هنقدر نحصل على النتيجة هاي وما فيش خيار اخر وطبعا هذا ممكن يذكر نا في شغلات من ضمن كتطبيقات زي صندوق التبرع لان كل object هان بيتبرع بمبلغ معين خاص بي لكن عايزين نطلع احنا الاجمالي الصندوق اللي شارد عشان كل يضيف في الصندوق هاد وعايزين نطلع قديش النتيجة الاجمالية تاعد صندوق التبرعات العام لازم يكون نعمله كستاتيك variable طبعا باب التوضيح طي فبقول لي هان نلاحظ بعد ما في النقطة هاي بما ان instance variable gets the memory at the time of object creation و each object will have the copy of the instance variable اللي هو mean el count if it's incremented it won't reflect the other object يعني انت هان لما نضيف ها من صفر لواحد حتى ما زي ما هي خاصة بي فبالتالي كل object هان هيكون ال value في واحد بس لكن فلما عملنا static variable صار عندي نقلنا على مكان اخر وصار هذا share common يعني متشارك shareable between mean الobject فكل object صار بضيف واحد على الرقم اللي موجود في الcount اللي موجود في ال static area ولاحظ هنا لما نعمل static variable will get the memory only once هذي طبعا ما كررنا هاش لكن احنا هان نلاحظ الcount اكم مرة كررنا هنكرر كل مرة بننشاء object لكن التغييرات اللي في الcount راح تأثر وحتى تمام نحافظ عالميا على value وتغير القيمة اللي احنا زي ما شفناها تاعت static variable طيب طبعا احنا بما انه هذا صار static صار برضو في عنا امكانية ان احنا نطلع قديش القيمة النهائية بان احنا من خلال الclass يعني نقول له هنطبع student count لانه بقدر access لهان من خلال اسم لclass وهذا هو الاشر في الاستخدام خلاص لكن بقدرش انا هنا ما كان ش هاد الستاتيك اجا اقول له student تاتيك لاص هيعطيني error بنفعش يعني بالتالي هو student that count فقط اذا كان الcount هان ايه static فقط بقدر انه استدعي او اصل له او اعمل له من اسم لclass طيب موضوع data highting وبانه هاد القيم اللي هان لازم تكون كلها private يعني لاحظ في slide اللي فات انا اعمل ها public لانه مش هدا موضوعنا بس لك احنا عمال حين ماشيين step by step هاد القيم اللي هان كلها لازم تكون private حتى موضوع static variable بالتالي انا لازم يكون sit و get خاصة بي sit عشان نكتب جوات وget عشان نقرأ منه طبعا هاد فتح لنا باب جديد مانه هاد الvariable هان static في طبعا معايير تاني حتخش في الموضوع نحاول نفهم الصورة هاي اولا لاحظ اذا انت عمل له sit وget هادول لازم يكون ايه static عشان يعني هادول صار يكون static method بس كلام عن واضحه احنا اكتر بشكل اعمق لما كمان شوي في اللي بعدي ندخل في static method لكن احنا من هنا نبدأ كمقدمة الان هنلاحظ معاي اول شي لو عملت انا هدل كلاس زي هيك فيش مشكلة عندي جي نقول student that sit college id جامعة الاقصى اول ندربالك هاد الكلمة اللي هان college id هي ايش static تخيل منظرها كيف الرام انا راسم منظرها لا مش موجود منظر لكن احنا بدنا نفهم الان بانه هاد الان مخزن في مكان في static area اللي جو الهيب وهي طبعا shared between the objects فاندربالك انا عملت من خلال اسم the class student that sit college فبتفهم مدام student اللي هو اسم the class وهنا .sit بتعرف انه sit college هاد ايش لازم يتكون static لو كانت هاي non-static حيعطينا هنا error لانه لازم انا انشئ object بعدين اقول الobject زي ما احنا عاملين هنا s1 مثلا .sit college id لو كان المثود set college id non-static يعني مش static فالان عنا هانا حيتخزن فيها مين جامعة الاخص فلو قلنا system that out print line student that get lancet will get ايه ما احنا عارفين set will get get college it هي طبع علي جامعة الاخص نفس الشي احنا هنا انشاء object جديد اسمه اسواح وحطينا في constructor عاملين constructor زي ما انت شايف اللي هو هاي الID و gpa وعملين string اللي هو طبعا تاعت college id والقيمة اللي هانا تاعت جامعتنا الاقصى هتتخزن هتعمل overwrite لمين للاستاتيك variable اللي مخزن فيه لحتى هاي اللحظة جامعة الاقصى وهيصير جامعتنا الاقصى وحنا لو عايزين نقبع اسواح get id حطينا 20 20 وال gpa 99.3 وحيكتب زي ما انت شايف كلام std id طبعا انا مش يعني محيهم من هان عشان الوسع بس هاد صار بديه يعني sitters والgetters تعين هدول فاحنا نفس الشي عملنا sitters للقيام اللي هان واللاحظ لما عملنا sit college id يعني حتى كمان يعني دير بالك انت الclass اله access لل static college id والobject برضو يعني s 1 او الى اخره برضو نفس الشي ليهم اكس فهو نفس الobject هان غيرنا فيه البيانات هدول وعملنا له صارت الكلمة هاد الجامعة لكل الفلسطين هفنات المطاف لو انا عايز اطبع s 1 طبعا هيتغير القيم زي ما احنا شايفين الان بقول لي هان اللاحظ وانه بناء على موضوع encapsulation encapsulation هو data hiding يعني عن طريق sitar والgetar هادول التكتل مع بعض التجميع على الكapsula هاد بنسميها مفهوم encapsulation حيتوضح لكم كمان اكتر لبعدين فبقول لي يعني كل class member should be private according to the encapsulation this include mean static variable زي ما شفنا وهنعمله sit to get نحن هان in this case we need sitar og getar to write and read this private static variable لانو sitars will getar method of static variable can be static or non-static يعني ممكن احنا نشيل من هانا كلمة static هيثبت معنا حنشوف مع بعض بيثبت ولا ما بيثبت وليش طبعا نكمل هانا فبقول لك لو طب هاد هل هي عمل معي مشكلة في main method وطبعا احنا مستبقين الاحداث بس هنحكي عنها فبقول لها معلومة جديدة بس احنا فهمها اكتر لما نحكي على static methods بس السؤال هانا بقول what happened if اولا انا عامل هين اللي مغير هانا بس انا ش عملت هانا قمت لغيت كلمة مين static هانا هيعطيني error ليش بعطيني error لانه بنفعش انا class هذا class نوع static وما دعم هذا نوع class static فقط static can access static data لما لغيت static من هان هادول هانا هاي هاي ملاحظة طيب السؤال تاني الشقي تاني طيب لو لا احنا جينا غيرنا مثلا الميثود خلينا هاي زي ما هي واجينا قلنا هان وش هاي 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 مشكلة عنا لان هادول اسم هم صاروا non static شايف احنا متعودين عليها لحديث المحاضرة هاي هادول non static method can access main static variable هاي فش مشكلة عنا بس المشكلة اللي مش هان المشكلة هصير عندي في مين في المين لانو المين هان لما انت تستدعي زي هيك معاي انت std college اولا انا بقدرش استخدم student زي لانو هادو صار الميثود اللي هانا عندي non static وهانا عمل عندي مشكلة في المي الكلام هنوضح اكتر في لما نخش بال static method اللي هي طبعا موضوعنا فالانا بدي ارجع لالسلايد الاول اللي هو في التعريف تاعه نرجع حان زي ما احنا حكينا لكم بالظبط لهذه النقطة ولاحظ هنا قيل لك the common property of all objects يعني اللي هو ايش يعني خاصية مشتركة للobject the static variable gets memory only once زي ما شفنا مرة واحد بتكررش حسب المين in the class area at the time of class loading حتى فاحت هو اول شيء بتمن حداز قبل ما نعمل object creation فلاحظ هنا the advantages of static variable is that it makes your program memory efficient طبعا هالكلمة صار الجملة عنها واضحة بعد ما شرحنا احنا اللي شرحنا نجي الان ندخل في عالم static method static method هو طبعا نفس فكرة يعني static method ال dash اللي هنا طبعا نقراب راحتك بس conceptual is the same as static variable نفس الفكرة لكن السؤال هنا متى احنا بنعمل method static متى ما بنعملوش static فنخلاص الكلام اللي هم بيقول لك الموضوح هنا انت بكتسأل حالك السؤال هذا does it make sense حال هذا منطقة to call this method even if no object has been created yet يعني اذا كان انا ممكن استفيد من هذا الميثود بدون قبل ما نعمل creation of object ولا مربوط في object اذا مربوط في object لازم ما يكون ش static اذا مش مربوط في object بيقول لك اعمل static مثال حال لو قلنا احنا الكلاث مثلا تاع rectangle rectangle في length width خلاص الان لو عملنا احنا مثد هنا اللي هو area حين دربالك area هذه خاصة بالobject بالrectangle يعني كل rectangle له area خاصة به معاي فبالتالي مش منطقة هان انه يكون عندي area اعمالها area مثل اللي بتحسب بالarea تاعت rectangle يكون static مش منطقة لكن مثال احنا شفنا هان او زي ما هنشوف كمان امثلة كمان شوي زي العملية الحسابية في static بعد بنحكي على المثود الان انا ممكن لو انا عايز اجيب reverse تاعت text معين يعني الكلمة معين بتدعكسة طب هادي ملهاش دعوة في object يعني انت في اي وقت هات لأي كلمة بنعكس لك اياها يعني مش صار تكون مربوطة في object هات لي مثلا عايزين نجيب جزر تاعة رقم معين طب هو الرقم معين مش مربوط في object معين او الجزر مش مربوط في فهادي طبعا انا بحكي لك على method شائعة الاستخدام الي عامل استخدام وحنشوف طبعا قامتل عليها فدائما هو سؤالنا موضوع بالمنطق يعني احنا خلينا نكمل منها انه دوز ميك سنس هل انا تقول ديس but not tie to an object مش مربوط في object معين then it makes sense to make it static لكن هنا بقول if the method is more logical منطقيا part من object جزء من object بد يكون زي فكرة حساب المساحة تاعت object تاعت rectangle then it should not be static طبعا هنا بقول لك general ليه باستخدام يعني موضوع static method can be used to create utility classes يعني زي the general purpose مثلا method زي mathematical operation زي اللي شفنا هالكلاس دع dot math math dot square root math exponent أو power وفي string manipulation هنشوف همثلا عليهم وموضوع file input output هدو الاكتر يعني هدو مش مربوطين مش bounded في object بحد ذاته طبعا في بعض rules هنا في عالم الستيك وهذا هتحتاج الى يعني شرح هنشوف مع بعض بالتفصيل بقولي اول شي static method belongs to the class زي فكرة مين static variable rather than the object of class static method can be invoked ممكن نستدعي without the need of creating an instance of class نعم من غير الobject طبعا كيف ممكن نستدعي من غير هنستخدم اسم class يعني class ذات المثود مثلا هنا كمان بقولي static method can only access static مهمة هذا نوع من المتحة عاد انه static method can only access static data member وهذا طبعا الشرط اللي هن static method can only access static data member هدا رجعني الى slide اللي هن انه لو احنا لو هدولا ما حطنا هش هدولا كان ارجع لك على هاد شب نمحيهم انه هدول static لكن انا لغيت مين هده ايش هيعطيني هان هيعطيني error لانه هدول static method cannot access non static member وهذا الكلام اللي احنا ايش باش لك اياها لاحظ static method cannot access classes non static members كان variable او حتى method بعدين static method cannot be overrhythm but they can be over واخدنا مفارقة بين overriding و overloading overloading هو نفس اسم method لكن سيختلف عنه البرامتر كان بالعدد type overriding مثل to string هو exactly نفس method بس انا بعيد صياغته نفس method لكن بغير بس في board طبعا هذا الكلام سيوضح اكتر بعدين هذا موضوع يعني سيوضح اكتر شو قلنا ليش يعني بزبط قادمة بعدين انا بقولنا we cannot use the this keyword inside aesthetic method وهذا هنشرح ليش طيب طبعا الفرمات تاعته السنتاج ساهل زي احنا static public هاي مثلا public static void main ذا يعني هنضيف كلمة static للمين للمثل عشان يصير عنا static تعال نفهم هانا يعني كلمة static or non static متى بتكون منطقيا نعمل هذا المثل static متى بكون منطقيا نعمله non static مثلا عنا هان هذا مش معطينا هانا ايه ابدا بش static عنده هانا هزي متى private وعملنا set و get وهانا اللاحظ ايش عاملين الامور عنا وما فيش عنا قدنا مشكلة وجينا هانا علمين واستخدمنا كل التفاصيل هادي فيش عنا مشكلة واضعملنا new object اللاحظ عنا std وعبينا هانا وكتبنا std college وطبعنا الكلام هات فيش عنا مشكلة طيب ايش السؤال السؤال هانا اللي في discussion بقول هانا هل تعتقد std id اللي هو هذا الممبر هزي variable شو بي static وليش طبعا اللي جاب طبعا لا ليش ليش مش صح ان يكون هذا static ليش لانه اساسا كل object هذا student طبعا كل student ايه id خاص بي وال id هذا يعني بعد ما يتم انشاء ال object انا هعطي له id تا طب نفس الشي هل بدك ال student طبعا لا طبعا مش صح يكون اساسا من static ليش لانه كل طالب ايه gpa مرتبطة في مرتبطة في الطالب ف gpa لكل طالب خاص بي لكل طالب ايه id خاص بي لكل طالب اسم first name last name عمر ال address خاص بي لكن بيقول لي هانا طيب هل تعتقد college ad لو ad يعني مثلا شعار تا college او لغة النظر خاص ب depends حسب اذا فرض ان احنا عمين فقط نشتغل على class للقبول والتجديل او برنامج خاص لطلاب مثلا طلاب جامعة الاقصى نعم هذا يكون مين aesthetic طبعا هذا يكون aesthetic make sense انا اريد اوفر هنا space في الرام حكينا عنه في الميبر management في الرام ولكلام هذا شفنا لك لو انا عامل كلمات انه ممكن الطلاب هنا لكل طلاب قطاع غزة بنفاش اعمل هاد aesthetic لانه بصير الطالب هنا من جامعة الاسلامية جامعة الاقصى جامعات اخرى بنفاش انه اعمل هنا static طبعا هذه المفارقة انه انا عملت static حد اضطر تعمل الميثود اللي هنا ايه static طبعا وحن شوف مع بعض ليش اللي اللي لاحظ لو احنا عمل static لاحظ للقيمة اللي هان لازم تكون هدول static وهدول لانه هاد static اللي هان الميثود اللي بيعمل هن set والget لازم يكون static هنشرح كمان شوي ليش بس في ملاحظة تانية السهم اللي هان هاد مش من فراغ طب ليش هن عملنا هاد سي تعال نرجع ل سلايد اللي فات احنا شاملنا هان ابدا عادي زي النظام تعودنا عليه لما نعمل set طبعا هاد اللي هاد البرامتر هتكون نفس الاسم اللي هان وحنقول نفس الاسم college add يساوي this dot college add هاد تشير ل مين لللي هان فيش مشكلة عنا عادي جدا لكن اللي لما عملت اللي هان static بنفعش استخدم مين this وحضا من ضمن الشروط لاحظ انا لما جينا عملنا هاد static هاد غيرت وهاد عملت ها سي ما خلت هاج زي ما هي college add واذا عملت college add هان لازم تقول لي تحط لي هان كلمة ايش this dot وبنفعش نستخدم this dot في مين داخل static method بنفعش طبعا لاحظ هان لاحظ احنا هان ايش عملنا عملنا object والobject اللي هان قدر انه الobject الو access على هاد القيمة الو access على مين على المثود اللي هان فش مشكلة عادة جدا وحيطلع للoutput فش عدنا مشكلة لاحظ في set college add والget college add هذول التنتين معانهم static بس مشكلة الobject كان access من static method مشكلة مثال ثاني هنا احنا طبعا بدل ما استخدم الobject احنا ممكن نستخدم ما هي الطريقة اللي هي الكمبيلر حتى هنا بنبهك لالها ان تستخدم اسم الclass يعني بدل s1 استخدم اسم الclass std std لانه قلت لك الstatic method هو تابع للك class يعني بقدر اصل من اسم الclass او بقدر اصل من بلا صفر يعني زي الكمبيلر بيقول لك انتبه انه المفروض انك تستخدم مين لك الاثنين صح فعشان اكو غير لي من s1 ل std الان الملاحظة قال لي اول واحد aesthetic method belongs to the class rather than the object of class عشان اكو دائما ايش يعطينا هان هان استخدام اسم class rather than استخدام اللي هو object لكن هدا مش خطأ بس بعطينا زي warning انتبه يعني بعدين انا بقول لي aesthetic method can be invoked ممكن استدعي without the need for creating an instance of class يعني مباشرة انا الجملة هاد اللي هان لو انا محيت الكلام هيك شوف عشان اوضى لك النقطة هاي لاحظ انا لو هدول ما عملتهم مش بلزمونيش وروحت عملت الكلام اللي هان هيك طبعا هادي احنا مش هتزبط معنا الفكرة قلنا له استي ضيط كل انا معنا ما انشعت اش هان object عالي جدا ما احنا هنحب الكلام من خلال اسم class واضح بعدين انا بيقول لي aesthetic method can only access static data member لو هاد شلت من هان هان هيعطيني error can variable method لاحظ بما ان هدول static لانه هاد static يعني لو هاد مش static لو هاد شلت هيك هنقول هيعطيني مين هيعطيني error بعدين بيقول لي we cannot use this keyword inside static method هان عشان كان هان ايش قلتلك شلت كلمة this معنا في السلايد اللي فاتت كانت موجودة ليش لانه طبعا هاد لانه كلمة this هاد related من object يعني this هاد خاصة بالobject طبعا انا ممكن استخدم set college اساسا قبل ما انشئ الobject اساسا زي المثال اللي حكيناها هان واضحة كيف هتستخدم ها وكاتب لي فيها this في object يعني انت هنت تشبر انه انشئ an object فبالتالي لا بقول لك ما بنفعش تستخدم this keyword داخل method static method واضح تعالي نشوف فانا من error برضو هنوضح كمان شغلات تاني لاحظ هنا في finding the error هنو معطيني error ليش اولا هاد اللي عندي ايش نوعه static ممتاز ايش انا محاول اعمال هان is std gpa هاد variable non static بنفعش انت access قيل اللي حاولت هنا انك انت تعمل access ل non static data member عشان هنوضح error شغلة تانية بنفعش نستخدم من this زي ما انت شاف معطيني error هان this dot college make no sense بنفعش نستخدم this في داخل اللي هو static method هان نفس الشيء برضو محاول انه هاد static method يحاول يعمل access ل non لاحظ هاد هل هنا في مشكلة لا ليش لان عندي هاد non static method non static can access static variable فيش مشكلة لكن ليس العكس يعني هاد عندي المثل اللي هاد non static ممكن انه هو access من static فيش مشكلة لكن انه يكون static method يحاول access non static ممنوع عاد يعطيني ايه error هان مثلا برضو نفس المشكلة هنش باستخدم this حياتيني طبعا error هان كمان مرة لاحظ فيش مشكلة عندي هان لان هاد المثل اللي هان هو non static can access static data أو member واضح طيب طبعا منضم لتطبيقات الشيء زي ما حكينا زي مثال اللي عندي هان هيك هاي تطبيقات اقراب راحتك هذا انا ما بجداء انا ضيع كتير من الوقت للشرح للنقطة لانه موضوع بسيط زي المات حتى اذا بتلاحظ انت المات square root أو المات power exponent sine cosine شوف هتاعت المات كديش فيها مثل طبعا ولاحظوا مستخدم المات class مباشرة من ضمن الامت اللي عليه فإحنا هان منطلع لو انا عايز اجمع مثلا ضمن class وانت بدك تعمل تجدو برقمين يعني من ضمن يعني داخل المين من ضمن الكلاس هذا مش مربوط في الابجكت اساسا شغلة ثانية في string manipulation فطبعا لاحظ هان في string manipulation انه هذا القيم طبعا الملاحظة هان هذا المثود اللي معاي هان هيك تخيل لو انا هذا ما عملتوش static ايش هيصير معاي طبع اللاحظ معاي انا ما بنفعش ان اجي اعمل method call وان رح لهاد مش هيصبط معاي هيعمل عندي مشكلة انه طبيعة اللي عندي المين اللي هان هو static فال static method هيعطيني القرى لو انا الكلام شنا الكلام هنا وطبعا نجرب الكلام هادا هيك وشوف وهذا اللي بخلينا نجاوب على مشكلة عندي هان او في الصلايد اللي قابل سوري هدول هلغيهم خلص لش تعمل static اه بس في مشكلة عندي هان لو بدي حاول استخدم هم في المين هان هان هيعطينا هدول error كيف انت بيتحاول تستدعي method non static من static method هان كيف مش هيزبط معنا الا الطريقة التانية انك استدعي method non static method من static الا نكون من خلال مين object من خلال object انتبه على النقطة هاد واضح طيب اه هدول الامثلة عليهم حكينا عنهم فبالله هزب اقول لك دائما مشهوري موضوع static method انه فقط يعني الشغلات خاصة بالرياضيات خاصة بالstring manipulation خاصة بالfile operation يعني الشيء مشرت كتير في موضوع object نيزال الاسئلة هان why static method cannot access an instance variable in a class وضع يعني السؤال طيب static method ليش بقدرش access مثلا زي اتو ما شفنا زي المثال اللي هان في السلايد اللي هان ليش يعني ليش زي ما انت شايف انا هنا محاول ان هدا static method هم هل السلايد اللي هان دور ضح هان ما عطيني R ليش ما عطيني R يعني ايش المشكلة لو انه هاد عمل access لها طبعا هو الجواب احنا حكناها قبل هيك لانه بقول لك لاحظ اول شي عشان نقرب الاول بعدين نحاول نشرح اذا مش واضح النقاط ونو declare static method in java java virtual تعمل execute ل static method وحت بتحطها بعن كود تعوين في static area and then it creates the object of the class يعني قبل ما تعمل the creation of the class بتكون عام execute لمين لل static method اساسا فبالتالي كيف انت بدك ايان انا اعمل execute static method من خلال انه هو يعمل access لشغلات خاصة بالobject وانا الobject اساسا ما عملتوش يعني لم يتم انشاغ فبقول لي هنا since objects are not available at the time of calling the static method therefore بالتالي instance variable are also not available to the static method اشيك حيعطيني هنا error فبالتالي static method cannot access instance variable in the class يعني بنفعش static method هنا يعمل access لم method لم بر يعني كان variable او اللي هو method non static method لانه هدول لم يحتاجين هدول object عشان نحييهم طب ال static اساسا كان ال variable او method هدول بتم لهم execution وتنفيذ قبل ما ينعمل object واضح النقطة هاي طيب السؤال الثاني why is the main method static ليش معمول static طيب ما هو نفس الشيء اول شيء بتم تنفيذه اول method بتم تنفيذه من java version وال machine واذا انا عملته non static بالتالي انا محتاج ان اعمل object في الاول بعدين من object هذا استدعي من المين method تعال نكوف هانا اشكتب بنا the object is not required to call static method يعني انا مش موجود انا مش مطالب انا مش محتاج object عشان يعمل مين عشان static method طيب بقول لي انا if it where اذا كان تان مين non static method java virtual machine creates an object first and then call main method يعني بالاول لازم يعمل creation object عشان يستدعي المين method هذا سيؤدي الى problem of extra memory allocation بلغة ايضا لا ايضا ايضا لا ايضا 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 java run time starts this is why the main method must be static لازم for the java virtual machine to load the class into memory طبيعي لانه مش حب محتاجي يعني هاد اول مرحلة تعملها انا بتعمل loading لل static method قبل ما تستابع بنعمل creation ل مين لل objects فهنا بقول this is why main method must be static for the java virtual the class into memory and call the main function if the main method is not static the java virtual machine will be unable to call it since no object of the class is present why static local variable not allowed in java n but here is another another one other to the main is main public static void main inside the main main we can call integer x زي هيك ولا كنا نقول static هلاحظ معاي. static ايه? static انتجر x. طبعا بيقول لك انا بنفعش داخل الميثود تكتب كلمة static تعرف بنفعش. ليش? هذا السؤال طبعا ده بنسميه local variable. لانه الاكس انا داخل المين يسميه local variable. ونطاق هالسكوب تاع الفيريبل فقط مربوط في مين? في الميثود تاع مين? يعني خارج مين بتشوفهاش. فبقول لي هادا in java. a static variable is a class variable. نعم لانه static variable لclass variable صحيح. for the whole class. so if we have static local variable. اذا في عنده local variable static مثلا. هادا ال variable with the scope limited to the function. يعني انا مسلا جوا المين? انا بارات المين ما بشوفش ال variable هاد. فهذا صار يتنافى مع مبدأ الاستاتيك. الاستاتيك مفهوم انه هو global تابع للكلاس ككل. فهتجالك هالا اتفاياليس هادا بتتعارض مع البوربس بالهدف تعلب الاستاتيك اساسا. انه لازم يكون زي الاستاتيك اساسا. انه لازم يكون زي الاستاتيك يعني. وبالتالي. اتمنى تكون واضح النقطة هاي. بعدين بقول يعني طب موضوع الاستاتيك اساسا. كان الجافا كونستركتور بي استاتيك لو حت تسائل يعني. نفس الشيء. اتكنت بي استاتيك. السبب بسيط جدا. انه هو الكون اساسا هو. بتم استدعاه عند انشاء الوبجكت. لكن الاستاتيك هنا هو فعليا لازم بيجي بتم تشغيله وعملية اللودنج ليله قبل انشاء اي اي اوبجكت اساسا. فقالي لاحظ. نعلم ان انشاء الاستاتيك كونستركتور لانه فعليا احنا مستخدم الكنستركتور عند انشاء الوبجكت. فبالتالي مالوش معنى ان يكون عند الكنستركتور استاتيك. طيب هيك بنتمنى يعني جوابنا. هيك خلصنا للمواضيع المهمة. الان نجعل سريحا على موضوع البكجز والإمبورت. طبعا احنا اخذنا قبل هيك موضوع البكجز هنا هي بترتبنا موضوع الكلاسز زي فكرة الفولدر في الفايل دايروكتوري. وفي عندنا نوعين من البكجز. في عندنا بلد ان وفي يوزر ديفاين بكجز. هادى البكجز اللي بتكون موجودة في الجابا اي باي. وهاد اليوزر ديفاين اللي احنا بننشاءها. كل البكجز او الكلاس اللي احنا انشانها كانت في بكجز احنا عاملينها. بلد ان بكجز زي مثلا زي المثال لما كنا نستخدم طبعا الفورمات تعتها امبورت. هنا استخدم امبورت. باكيج.نيم لكلاس تاحه. باكيج.نيم وحط لستروك. طبعا في فرق بين التينتين. الان هادى هيستدعمين سينجل كلاس. لك لما نحط النجمان هيستمع كل البكج بكل كلاس تحته. مثال عندنا هنا نذكرين موضوع السكانر. في السكانر عشان نقرأ داتا من الكيبورد كنا نعمل نستخدم import java.util.scanner هو هانا بمال استدعاء لمن للكلاس اللي هو اسمه سكانر. لكن احنا لو عملنا زي هيك حيستدعيل كل شيء بين درج تحت اليوتل. هنلاقي في سكانر كلاس والراندومي كلاس طبعا امور اكتير اكتر منك. فلاحظ انا في الاكسامبل اللي عنا java.util is a package هذا اسمه ايه؟ هذا اللي هان اسمه package. لكن السكانر اسمه ايه؟ الكلاس. واضح؟ لو عايزين نعمل import الكلاس هنسميه باسمه. زي مثلا السكانر random. والامثل اللي هانا واضحة يعني كيف كنا نستخدم احنا عشان نستخدم مثلا السكانر لازم ايه؟ نعمله import. ونفس الشي عندنا في الراندوم لازم نعمل import للراندومي كلاس. واضح؟ فلاحظ السكانر والراندوم هانا classes من java.util package. طب ممكن الرأي يحراسنا. ليش نعمل هاده كلها؟ ها بدناش هاده وبدناش هاده. واش نعمل؟ بس نعمل import java.util ونحط هانا ايه نجمة. فهانا هيجيب لكل شي. هيجيب للراندوم والسكانر وغيرهم. واضح؟ عملية الـ import.package نفس الشي بس هنستخدم هانا زي ما تحكينا نظام النجمة. فهذا بديل عن هدول التنتين. هانا بدل مع عمل الـ class لحاله هاده الـ random class لحاله. انا بنعمل النجمة هنا. طبعا هاده الـ package الـ build in الى موجودين الى موجودين الـ java API. الان النوع التين الـ user defined هاده موضوع طبعا هتشرح لكم بالتفصيل في العمل انه هو موضوع عملي بالفعل. وكيف نعمل create the package وكيف نضيف جواته classes. ونحنا بنشوف كلمة package اللي هي تحت الـ user defined هنا. شايف كلمة package ما يستخدم. هاده طبعا بتشوفها في الـ class وحتى في المين. فعايز الكلام هذا بده توضيه ونشرح بالتفصيل في الجانب العملي. طيب هيك احنا بنكون وصلنا لموضوع الـ review للمراجعات. المراجعات اللي هي طبعا للأربع محاضرات هي كده. المحاضرة الثلاثة اللي شفنا والمحاضرة هاي. وطبعا هنبدأ بشكل سريع نقراهم. وهذه زي المراجعة السريعة. فبقول لي هنلاحظ المفارقة والشيء موضوع الـ class. الـ class هو يباره عن user defined data type. احدنا الكلام هذا. اللي هو data member سمناها attributes. وإلى member function سمناها method. الـ class هو الـ blueprint أو الـ template from which object are recreated. كلام ما ضحكناه وطبعا الان احنا عشناه وفهمناه بالتفصيل. object هو عباره عن instance صورة من الـ class. صورة مجسمة من الـ class. object is a physical entity. يعني البالتالي أن الـ object allocates memory. بنحادث له في الرام. مكان في الرام للـ object. لما ننشيه. لكن الـ class هنا عباره عن logical entity. class does not allocate memory. ما بيقدش حيز من الرام. when it's created. object is created through new. كلمة الـ new keyword. وانتسمع تشوف كلمة new فبتعرف انه هيتم هنا object creation. لكن احنا ممكن ننشيه طبعا multiple object من الـ class. لكن الـ class بيتم create من خلال كلمة مين class مرة واحدة. class is declared only once. عشان الـ object هنا created في الـ heap memory دائما وابدا. و الـ reference variable هنعملها في الـ stack. هذا في حاله وحالات تانية كنا نشوف لما تكون في الـ array. الـ array هتكون طبعا عباره عن object. فهيكون برضو في الـ heap. لكن عنوان الـ array واسم الـ array هيتخزن وين في الـ stack. هذا كلام شفناه مع بعض بالتفصيل. بعدين بيقول لي لاحظة انا انتبه موضوع الـ object هنا موضوع اليساوي وموضوع الـ 2. هذا اليساوي للتخزين هذا يعني احنا هنا بنحاول ننسخ هذا بنفاش النسخ. ولازم نعمل احنا method copy كلام شرحناه في المحاضرة الثالثة بالتفصيل. وموضوع المساوى للمقارن ان يساوي بعض ولا لا بنفاش هنعمله method equal. وهذا اللي احنا لمسناه طبعا في موضوع string بداية المحاضرة. ومشروح الكلام هذا بالتفصيل في المحاضرة الثالثة. وهو يساوي التخزين واللوجيكال الـ equal هنا. هذا اللي مستخدمه في الـ object طبعا does not behave the same as the mean مع الـ primitive type. يعني بنفعل كلامنا من الـ primitive type ولكن مع الـ object حيختلف مع الكلام هنا. removing the object reference كيف بنعمل هنستخدم مين؟ هنعمله 0. ممكن هنساويه بالـ 0. هكذا بنشيل الـ reference أو البوند اللي يسميناه. الـ array of object itself is located في الـ heat. حكينا عن موضوع الـ array. محاضرة الثانية بالتفصيل نهاية المحاضرة الأولى after being instantiated using the new keyword but it does not directly store the object but it stores the reference to the object it's holding which is the 0. نهاية المحاضرة نهاية المحاضرة المفارقة بين الـ array والـ array list على إلا حالتطر نعمل من أول وجديد ممكن نحن مقدرش في الـ array نعمل add أو remove أو replacement يلا ممكن نعمل replacement بس add أو remove طبعا الموضوع مستحيل لكن في موضوع الـ array list فيش مشكلة يحنا ممكن الـ element can be added أو remove من الـ array list وقت ما بدأ طيب. classes have instance variable to store data طبعا نحن شربنا هذا في تركيبة الـ class هنا والـ method to perform operation أو action على هدو each class instance variable هنا instance variable وإنستان method instance variable هما الـ attributes والإنستان طبعا من الـ object and method definition can be إذا ممكن يكون public أو ممكن يكون private وهنا كنا أنه عين الثانيات اللي هو الـ protected والموضوع اللي نسميه default هنشرع عنه بعدين بس تركيز المبدئيا في الـ public والـ private هذا اللي بنسميه الـ access specifier هؤلاء الـ public هؤلاء الـ public يمكن أن يكون مستخدمة من جهة الـ class أو من خارج الـ class لكن الـ private هنا instance variable can not be accessed by name outside the class هشوفنا الكلام هذا فقط نعمله access من داخل الـ class هؤلاء الـ هؤلاء الـ it can be used within definition of method سمناهم الـ sitar والقطر بعدين هنا private method definition can not be من فاش نستاذي كمان حتى ما حكناش الكلام هذا لحنى بس همور معنا لحاله لما يكون عندي الـ method هنا نفسه private إذا كان الـ method private من فاش نستاذي من خارج الـ class لكن من فاش نستاذي من داخل الـ class من داخل الـ class طيب instance variable should be private هذا طبعا مفهوم من الـ encapsulation نحكينا عنه as a result they can not be referenced by name except within definition of method of the same class عشان لك هنا نحتاج موضوع من الموضوع 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 السجدا الموضوع 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 الـ конц – this يعني اشو معين this اسم متغير هذا يرمز this لمين للأوبجيك طيب ممكن two or more method within the same class can have the same name هذا سمنا ايش؟ overloading the same name بس طبعا هيختلف عندي اما number different number of parameter او نكون نفس البرامتر لكن different type هذا سمنا مين اللي هو المثد overloading طبعا هي زي ما تسمى it's called mean overloading of the method encapsulation هذا مصطلح شفناه محاضرة هاي واضح ما احنا عشناه مسبقا معناته ان احنا هاد ال data والaction اللي هما data attributes والمثود تعاد الكلاس اللي هو ال object نفسه مجموعين مع بعض يعني معمول في كابسولة واحدة are combined into a single item اللي احنا سمينا ال object هالا هو القالب هالا طبعا class object and that details هاد ال details ساعة ال implementation are hidden يعني كيف حتى المثود بنعمل انت ممكن نعمل مثود كمان المثود يكون عندنا private وحنستدخي طبعا المثود تستخدم لها private هاد فانت يعني مثال انت الحين لما فاسلا dot equal فيه اللي استخدمناه في string انت ممش عارف كيف هو بينفد موضوع وانت بس بتقول له هل string هاد dot equal string الثاني ياء يلا انما ايش بيصير خلف الجضاء خلف السطار ايش بيصير المثود تاع وكيف الخطوات اللي بيعملها انت في غينة عنها هذا هو يعني اشابيه طبعا هذا من نفس مبدوع data abstraction سميناها لكن هي هذا مفهوم كلمة مين الانكابسوليشن اللي هو لاحظ لما اجا عنده على الكلاز قام ربط لي المثود مع الاتريبيوت statin واصار ان كلها ايش كتلة واحدة فالوبجيكت هنا صار عنده كتلة واحدة طيب نجعل constructor , constructor هو method it creates and initializes the object of the class when you invoke it using the operator angle لما نعمل new يعني بنشأل new object والconstructor هنا بدي يحط ال initial value طبعا الconstructor طبعا زي ما حكينا must have the same name with no ملوش return type الconstructor with that parameter is called default constructor اخذناه بالتفصيل a class that does not define a constructor will give a default constructor طيب لكن a class that defined one or more اذا بتعمل انت constructor او اكتر من constructor زي ما شفنا none of which is a default طبعا ولا واحد منه هيكون ال default وهيعتمت طبعا ايه هيكون حسب اللي انت يعني حسب البرامتر اللي استخدامتها في الconstructor تحتك بعدين في عنا to string method to string احنا اخذناه بالتفصيل to string method is used to return string representation of an object لك بدل ما تطلع للjunk اللي حكينا عنه اللي هو package والclass والadd وبعطين اللي هو الhashcode كلام مش مفهوم احنا ممكن طبعا نعيد صياقته وهنعملها الoverriding للto string method بحيس انه يظهر لي شغلات يعني معلومات عن الobject احنا نتقبلها او تكون لها معنى بعدين عنا class designer use the notation uml احنا شفناها مع بعض تمثيل مين لclasses وقلنا هاد مكونة من ثلاث طبعا طبقات طبق الولى اسم طبق التاني الattributes والطبق التالت اللي هي method وشفنا الموجب والسالب شو معناته الموجب انه public سالب يعني private وطبعا شفنا احنا في المثود لازم نشوف على data type return type أو parameter ان وجدت نفس الشيء لمن وشفنا كيف يتم تمثيل constructor بانواع وشفنا the to string الاخره طبعا نفس الشيء نفس الكلامة حكيناه هنا method can have parameter of primitive type هذا طبعا بعطيني passing by value passing by reference لاحظ موضوع المثود هنا can have parameter of primitive type أو ممكن يكونه parameter parameter of class يعني non primitive يعني objects but the two types of parameter behave different يختلفا عن بعض يعني من نعمل passing by value لما يكون عن تجراء هذا كلام شرحناه بالتفصيل المحاضرة التالتة في بداياتها لكن لما يكون عندي parameter of primitive is initialized to the primitive value of its corresponding argument or the passing by value يسمينا لكن parameter of class type is initializing to the memory address يعني لما نعمل passing by reference يعني احنا عايزين نبعث array حاطينها كargument أو string أو object في اي type احنا فعليا نعمل passing للأدرس لكن لما نقول له عايزين passing انتجر x حاطينها في الارغومنت هو بيعط لي نسخة copy عن ال x وليس العنوان تات x فهي المفارقة بين primitive and non primitive لما يكونوا عندنا ايش البرامتر تعتمثل فبقول له طبعا في موضوع by value any change made to the parameter of primitive is not made to the corresponding مش هتتأثر طبعا واذا كلام شرحناه ببداية المحاضرة الثالثة لكن parameter في ال class type ال object هنا هيتغير لهم لتنين أساسا اللي هم حكويني نفس العنوان فالتنين هيشيروا على نفس ال object فايش ما هتغير هنا هينعكس في ال object كلام طبعا احنا شرحنا بالتفصيل طيب بعدين بقول له هنا you cannot make copy of object with simple assignment طبعا هاد المساواة احنا هاد مش يعني في موضوع ال object اما المساواة في primitive data type ال integer وال boolean وهذا كلام طبعا ممكن لكن في موضوع ال object زي string زي ال object اللي اخدنا بن فاش نعمل copy لازم نعمل مثل يعمل عملية ال copy الكلام هذا شفناه حتى موضوع المساواة بسامة غير البعض كلام ما شرحنا قبل لك لان هاد المساواة بتساوي لي اساسا ال object address بس انا عايز اساوي ال object content محتويات فبالتالي انا احتاج method لموضوع المساواة وهذا كلام نشرح برضو في المحاضرة الثالثة طبعا بقولنا هنا طبيعا انت لازم توفر لي equal method وحتى موضوع للمقارنة بعدين بقولنا هنا حكينا موضوع aggregation اللي شرحنا aggregation occurs when an instance of a class is a field of another class طرقتنا اقلا في بداة المحاضرة اليوم بعدين هنا وانتهينا في موضوع فقالي declaration of static variable contains the key word static static variable is shared by all objects of its class طبعا هادي بتميز فيها in the heading of static method بحكي على static method contains the word static نابعا هاد بميز يعني انه هاد static method ولا مش static من خلال كلمة static اذا فيه static يعني هاد static method مفيش كلمة static فهو non static method فقالي هنا static method is typically invoked بتم استدعاء using the class name instead of object name لكن ممكن بردو نستدعيه باستخدام ال object يعني بالطريقتين يعني بنفعش يكون هنا static method بيستدعي non static method طبعا الكلام هاد هنشرحه ها هيوضح لك بالتفصيل من خلال اسئلة تحل الواجب كpractice يعني حتيش الكلام هادا بالتفصيل فبقولي هنا invoke non static method of a class without using the object of the class يعني عشان تقدر تستدعي انت يعني عندنا static main method صح؟ هو static main method static لكن انا عايز استدعي non static method ايش بعمل بالاول لازم انشئ object والobject هو اللي بيستدعي المثود تاقه طبعا مفيش طريقة اخرى واخر شيء موضوع packages you can form ممكن تنشئ package of class definition طبعا هذا كلام هيكون اوضح اكتر في جانب العملي عملي packages كيف نصفت جنب بعض ايش بتميزة في packages كيف بتحميني في موضوع من ناحية security كيف من ناحية انه ما يصيرش عندي collision في الاسماء انه يكون classes نفس الاسم طبعا ليه مزايا كويسة لكن هذا كلام هيوضح اكتر في الجانب العملي you can use the classes in package within any program without needing to move them طبعا نفس الكلام احنا هنشرح بالتفصيل هذا في الجانب العملي هيك بنكون احنا وصلنا لنهاية المحاضرة بكمنا تكون المحاضرة واضحة ونراكم ان شاء الله المحاضرة القادمة اشتركوا في القناة